سبعة الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي تشوفني فيه برج الجوزاء يلا نبدأ اقرأ اطنال طاقة برج الجوزاء الحليل يعني الشخص ده اجمد المشاعر دي لو هي علاقة مش علاقة اعجابه ولا هي حاجة فانتو حصل بينكو خناقة او عديتو فترة بلود المشاعر وما بقاش فيك مكلام خالص ولا بقى فيه مشاعر كل واحد بقى لبس الوش الخشب للتاني وقعد فهو شايفكن انتو البسطول الوش الخشب وانتو شايفين ان هو مكتئب بقى وخد جنب وما فيش مشاعر ما بيظهرش مشاعر وشايفينه لو انتو في علاقة شايفينه ان هو بطل يديكو المشاعر وهو انتو البسطول جروت ده شخص زعلان او عبر من يعني مش شايف الكوبيتين اللي وراه وزعلان على الثلاث كوبايات فيه كوبيتين وراك يعني بص على الكوبيتين اللي وراك لا انا زعلان على الثلاثة اللي قدام وانتو شايفينه ان هو مجمد مشاعره اعتقد ان انتو اتخنقتوا مع بعض ممكن فهو زعلان على يعني مش زعلان انتو شايفينه ان هو ساب كل المميزات اللي في العلاقة وبص على ثلاث كوبايات وساب كوبايتين يعني ممكن يكون انتو عصبيين مسلا فبص على العصبية وساب ان انتو بتحبوه ساب ان انتو صبرته معا ساب ان انتو وقفته جنبه كتير اوي 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 ساب كل ده ورمه ده وبص هنا ممكن تكونوا بتتعاملوا مع برج الحمل طبعا والميزان اهو ولسه في ابراج طبعا واسد لان كذا برج ابراج كتير اهي تاني فلو هي علاقة اعجاب في الاول فانتو في حد انتو الاتنين مجمدين مشاعركوا وفي شخص يعني لو هي علاقة اعجاب وفي شخص منها مشي وطار فهو شايفكن انتو اللي بسئلوا الوشك خشب ومش نافلين في حب ولا نافلين في حاجة وانتو شايفين ان هو شخص ساب كل المميزات اللي حصلت ومسك في كلمة ان اتأخرت عليك في ان انا اقولك بحبك او في اظهار مشاعركوا مثلا يعني هو بص النقطة دي واساب كل حاجة علاقة ايحنا صحابه بنتكلم مع بعضه وبنروح ونيجي وبتا انت سبت كل ده ومسكت في ان انا ما قلت لكش بحبك او اتأخرت فروحت انت مفجر بقى الدنيا وروحت موازن مشاعرك ووازنت بين عقلك وقلبك واخدت القرار بالمشي وسبت ان انا يا عام اغرق بقى فانتو الاتنين متساوين يعني فانتو الاتنين متساوين عموما الحلو بقى في الموضوع ده اقول لك الحلو بقى عندنا في بلدنا ان هو عايز الخطوة الديه يستقر وعايز استقر معاكو انتو لان هو شايفكو انتو الاستقرار خلي بالكم يعني يعني هو او موازن او وازن وشافكو انتو الاستقرار يا بركة طبعا لو في انفصال يبقى هيجع وبيفكر يرجع ويستقر ينتقل بقى من اعجاب بقى الحب الحب الخطوبة وووووو وانتو كمان شايفين ان هو حد لزوز قوي يعني هو ده الشخص اللي انا مبسط معي مش علاقة سلسية لا انتو شايفين انه هي ده ناس مبسوطة هو ده شخص اللي انا بفرح معي ده الشخص اللي انا مبسوطة معي عشان كده برجة جوزية انا بقولك اهو لو انت اللي هتروح ترجع ممكن تكون انت اللي عايز ترجع لان انت بص اواخد قرار اهو انت عايز اهو انت عايز برجة جوزية انت عايز تنبسط انت مبسوط على فكرة انت شايف ان العلاقة دي متكاملة جدا لو هو شخص انت اللي جايعته يا برجة جوزية الشخص ده ادخرت عليه في انك تقوله بحبك وهو جمد مشاعره عليك وانت شفته وانت شايف انه هو ساب العلاقة وساب كل حاجاتك الحلوة اللي في العلاقة ومسك في ان ان انت ادخرت تقوله بحبك فانت شايف الاستقرار يا برجة جوزية وانت بتحكش على نفسك وانت عايز تيجيه بسرعة تجري تلحق ولو هو اللي هيقدم العرض فانتو هتلحقه بسرعة جدا هتاخدو العرض و هتستقبله بسرعة يعني الواحد يقالك مساء الخير وحشتيني انت كمان والله تعال بقى نربيه فهو شايف كله مش محتاجة توضيح انا انبسط مع بعدينا وابسو الكلبين اهلا كاركة ده احبه قوي انا هو في الاستقرار كله طيب هو شايف الاعلاقة ازاي شايف الاعلاقة انها علاقة قدرية علاقة اه اه ان هو ده الحكم الالي هو ده يقولك دي كلمة ربنا ده 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 ظرف الاخر بتاعي اه العدالة العلاقة دي هي دي العلاقة الصح يعني متقلاقوش شي على فكرة اه ممكن يكون لو فيه زعل بينكم بس هو شايفكم ان انتو انتو الشخص القدر انتو العدالة باعت ربنا الشخص ده بيحبوكو على فكرة بس هو هو شافكم ان انتو مجمدين مشاعركو شوية علشان كده وازينه بس اه برغم ده كله المون لا هو شايفكم انتو القدر بتاعه انتو كمان بصوا بقى الكارتين بمعنى واحد على فكرة فيه كروت كده بتكمل المعنى للكارت التالي انتو كمان شايفينه الصوميك بتاعكم بصوا اهو 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 يا جماعة اهو استقرار كله انتو شايفينه الاستقرار وهو شايفكو الاستقرار وانتو شايفينه الكوباية هي هي يعني ده نص التاني هو شايفكو ده انتو نص التاني وانتو كمان شايفينه النص التاني مش هندحك على بعض انت شايفني النص التاني وانا شايفك النص التاني برغم اللي يحصل بقى الدنيا تقدر بقلب تيعملي برج مفجر اهو نترمي من فوق البرج انا معاك والله ابدا نصيبك عدم موت مع بعض وانيش مع بقى فهو لو هيقدم مصالحة او انتو بقى ممكن تكونوا انتو اتأخرتوا عليه فانتو شايفينه السلمي جدا النصيحة بتاعتك ايه بقى? اخرج من مخاوفك يا برج الجوزاء. كنت بكارك كتير جدا على فكرة الايام دي. انت انتزع علينا على فكرة. وبص. وبتوجي لنفسك اللوم شك كتير. ده شخص بيوجه لنفس اللوم. وهنا شخص بيحمي قلبه. ما تحميش قلبك يا برج الجوزاء. سيب قلبك. سيب قلبك وانطلبك. عشان انت مستنيك مبساطك. مستنيك عدد حلو. ده السلمك بتاعك. ده الشخص. ده الشخص اللي انت هتكمل معان شخصها. ما تدفعش عن نفسك. ما تحط لهش حواجز. انت حاطط له حواجز. فهو شايفت بص انت حاطط له حواجز. بتدفع عن قلبك. بتطرده. يعني ما ممكن يكون شخص بيقدم لك عرض. وانت اللي عامل لنفسك الليلة دي كلها. حاطط لنفسك العسيان دي وبتقوله ما تقربش هنا. وبعدين ترجع تزعل. قد تزعل ليه بقى برج الجوزاء. ويعني انت هو لما باعد. وبدأ يستقرف مشاعره. وقال خلاص هو هو عمال للوش الخشب. ومش بتاع حب ومش بتاع حاجة. طب سلام عليكم السلام. ليه انت بقى بتعمل كده? عايز تلحقه. ليه بقى? ليه من الاول? يعني هو شخص بتراع عن ايه? عنده حق. اه هو لو انت اللي صبرت له المشايع دي فهو عنده حق. فاخرج بقى من الليلة دي كلها. اوكي? وقدم عرض جديد. يلا انطلق بقى قدم عرض جديد. وروح صالح. او لو جالك عرض اقبل. اقبل وما تتلكعش زي ما بيقول. واخرج من المخاوف دي. انت فيه مخاوف في دماغك. وبيتوجيه اللوم لنفسك. لو الشخص دي بركة جوزة. انت ضيعته من ايدك. اه يعني مسلا اه كان فيه اعجاب وبعد كده هو مشي. ما توجيهش اللوم لنفسك. ما تعدش تقول. ما انا لو عملت بقى لأ. مص. اتحرك. اتحرك. يلا. اخرج من هنا. واتحرك. اركب حصانك وروح. ما تدخرش. ما تعدش تقول. طب لو قلت بس حبك هيقبل. طب لو مش حبك هيقبل ما لكش تعمل. لان لان هو شايفك الاستقرار كله. شايفك حاجة حلوة قضي. قوي. شايف انت الشخص المسائلي. انت القدر. انت القدر بتاعه. وانت كمان شايفه كده. ليه بقى العطلة دي كلها? ليه بقى كده? ليه كده? ليه ليه الحوار ده? دايما برج الجزاء كرأته غريبة شوية. طيب. الناس اللي مبتعدة عن بعض. مبتعدة عن بعض. يعني نقول فترة ست شهور سابعة كده. سنة ممكن. وبينكلمش بعض. ما شعره ايه حاليا? ونوي على ايه? شعره ايه حاجين شخص المفتحة. برج الجوزاء ونوي على ايه? هناخد من النص مشاعره ونهنا نوي على ايه? اه. انا بتعمل مع حد برج الجوزاء على فكرة وعملاله بلوكة كمان. ده معناها بلوكة. وانا فعلا حاليا هادية جدا على فكرة. مزاري طاقتية لطلقة. ممكن تكون طاقة تانية يعني. اه هو حاليا اه في راحة تامة خالص. مش معنى ان هو مش فاكرة. لأ. سوى بياخد استراحة هدوء ما بعض العصيفة. اه تب نوي على ايه? هو حاليا قافل على مشاعره اه ما بيفكرش اه يعني بمعنى اضاق كده بيفكر في اللي حصل عموما بيسترجع الشريط بتاع العلاقة من الاول خالص. وبيشوف بقى غلط في ايه مغلطش في ايه اعمل في ايه. اه برضو بتيجي بمعنى لو حد اعمل حد بلوك. اه يعني ممكن نبصرها اكتر شوية. بس وهو. ناوي انه هو يفضل في المرحلة دي. ده بلكن الكروت دي بتكمل بعضها بس عشان ما نسيت اقول لكم معلومات دي. الكروت دي بتكمل بعضها. ناوي يقفل على المرحلة دي شوية. مش يقفل الموضوع. لا. يفضل كده شوية. طبعا اتنين من الصيوف. حيب انا فرط الورقة كتير شوية. اه. ده رفس كروت ايه ده فرط الورقة كواس والله. طيب. هو شابل الشخص القدامي. مش بقول لكم القدام ده مبتعد عنكم. هو اه مش هيقفل بقى. هو ناوي ينطلق قليلا اه 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 يعني يعني ناوي يقفل على الموضوع. هو استراحة دي وقت ياخد استراحة من مشاعره. ويقفل على اللي فات. ممكن يكون ناوي اللي صالح. ناوي اللي صالح. برضو. يعني مرة برضو هاخد كارت تالي كده نبضح الصورة. هنامس الكروت بري في عادي يعني. ممكن تيجي يجي صالح. انه ده شخص. وهنا برضو شخص عنيد خلي بالكم. ممكن يكون متشبس برأيه. شخص عنيد. وانا خايف يكون عنيد. لا. هو حاليا شايف نفسه شوية. اه شايف طموحاته. وبركز جدا في عماله الخاصة بيه. اه 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 واخد قرار البعد بطريقة سريعة. اه اه واخد القرار عموما انه هو يفضل قاعد كده شوية. واناوي يقعد بقى كده يستقر شوية. ويفكر في مستقبله وفي حياته عموما. لكن احوار انه هو يعني يزحزح شوية من مشاعره. فهو لا. حاليا هو عافل على مشاعره. يبص الانجازاته. واخد قرار الاستراحة تمام قوي. انه هو يفضل كده. واما. شخص ممكن يكون برج ناري. او هو اي تاني. اي تاني برضو. برج مائي برضو. فهو واخد القرار بانه يفضل مستقر شوية بحياته. بس لقدامه. شخص اه عنده ثقة في نفسه او يرجع الثقة اللي في نفسه تاني. يعني هو قفل على مشاعره وبيستريح بقى ما اللي حصل ده. لقكة متعبة مثلا حاجة زي كده. اه. ناوي يهزم اللي حصل له ده. ناوي يهزم اللي حصل في العلاقة ما بينكم كل اتنين. مش ان هو خرج مازون لا لا بقى. اه ده شخص اه عايز يبقى منتصر بصه كل الكروت دي كده. هو عايز يبقى منتصر. فهيفضل بقى معانيت شوية ويفضل بعيد. عايز يبقى في ان هو منتصر عليك. ويبقى شخص عنيد. عايز يفضل آآ قافل بقى على الليلة دي. ليه? عشان يبقى ان هو شخص جامد. هي مش حاجة. انا هفضل كده عشان اهزمك. افضل هزمك كده. انا بقى تفضل انت بقى توحشني وما توحشنيش. لا. انا راجل مية مية او انا شخصية مية مية عموما. وعنيت. بتيجي تصليحني يا مش جاي في ماء. انا ما بروحش لحد. اللي عايزني يجي. بس هو عايز يفضل قاتل المكان ده ما يتحركش منه. لكن هو مشاعره حاليا مستقرة جدا. لكن بيفتكرك. خلي بالك يعني. يعني اه مستقر وكده لكن فكرك فكرك يا نسيني يعني. لكن هو حاليا بيحتفل بانجازاته وما فيش حاجة. طيب لو احنا في حد جاي جديد في حياتنا مثلا. قرات الورق وعايز بقى. مثلا نهيقدم لنا عرض. حد احنا معجبين بي نويق طعب الليلة دي كلها ويجي وانا بحبك. اي حاجة. الفكرة هتعملت محمولك الجوزاء يعني. بنعلم في حياتي بورن الجوزاء بولا. شخصية غريبة الاطور. بس طيبة نروح فيه. الجدع صاحب صاحبه بصراحة. باسملكو الكروت. حد جاي في حيات بورن الجوزاء. ومشاعره ايه? 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 ايه ده? في ايه بورن الجوزاء? في ايه مع حكايتك? ده حد من الماضي طبعا. بقيت كروت بصوا يعني ايه? اا اا افاقد ان هو اا هيخرج من العزلة بتاعته دي. الشخص اللي هو بعيد عنك ده لحد قديم. هيخرج برا العزلة دي. مش هحروب ايه? هو حاسس ان هو مهزوم منك. او انت انتصرت عليه? عزيني برضو ان انا اشوف انت اللي انتصرت عليه ولا هو اللي حاسس ان هو اللي منتصر عليك? ان في خنقة هتحصل بورن الجوزاء. خلي بقالك. خلي بقالك. اه لا. ده هو حاسس هو اللي منتصر عليك. هو هيخرج خلاص من الليلة دي. هيجي. على فكرة هيجي وهيوم يتخانق مع خلي بالك. اه هو حاسس ان هو منتصر عليك على فكرة. وهيرجع. بس بقى زي ما عارف الخنقة دي. اللي بنعصيان دي بقى. هيبقى نهيتها ايه? برضو كانت اتالك كده. خنقة اللي بنعصيان دي. هتحصل خنقة هي مش خنقة. جرت واحدة. هي مش خنقة بقى. خلينا نقول ان الشخص ده كان نايم لك. بمعنى عضاك او دي ما قلتلكك بياخد استراحة من البعد. الفراء اللي حصل. وتمام? وانتصر عليك هو اللي بعد. هو اللي مشي. وبصراحة انا اللي مشيت فعلا من بورج الجوزاء. بس هي مش تقطي عموما يعني. اه هو حاسس ان هو منتصر عليك. اه وانتصر عليك طبعا في ان هو مشي. هيجي لك تاني. او انت بقى اللي هترجع تكلمه. ايه هم بقى ايه تختار بقى اللي انت عايزه بقى. ممكن تكون انت اللي رح تكلمه. تجور وشكله. فهتتخنقوا مع بعض. زي ما قلت لك هتدافع عن ناسك وهو هيكلمك ويارد بقى اللي حصل. وانت عملت وانت عملت وهو هو. تمام? اه اللي هيحصل ان بعد ما تتخنقه هتعيده مع بعض اللي حصل في العلاقة ككل. يعني بعد ما يصل الخناء ده كل واحد بقى تقول انا انا عملت وا 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 وانتظرت منك وا 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 وفي الاخر ما خدتش احد حاجة واحدة. كل واحد بقى يقول الحاجة اللي حصلت له بالزبط. انا عملت واحد واثنين وتلاتة واربعة وانت عملت واحد وانت اربعة وانا في الاخر ما خدتش منك حاجة. تمام? يعني هيبقى فيما بينكم انتظار في يعني هتصبره على بعض. هتتكلمه مع بعض بيوتوء. بعد الخناء. طبعا يصب فيه خناء الاول. وممكن مش خناءة اللي هي الدخلة الاولانية اللي هو اه تعالى بقى انت خيرا فكت البلوك تبقى علي لي بقى ودخل مع موقتك انا. بعديها العلاقة دي هتعمل تاني. لو انت عايز يعني. وهيحصل فيها رقاء جامد قوي على فكرة. الشخص ده بيحبك على فكرة. بس هو يعني مش هقول شخصية وحشية. اه اعتقد ان هو بس عنده عنده نوع من انواع الكبرياء شوية بيحب ينتصر لزاده. وممكن يكون برضو انت لو وصلته لكده. انت لو وصلته ما هو يسيبك ويمشي. يعني اصلا الكارت ده هو كارت الشرير بصراحة انا مش هدب عليكم. وانا قلت قبل كده في فيديوهاتنا ده كارت الشرير. لكن مش في كل الاحيان. ممكن يكون شخص وصلني ان انا اعمل كده. ان انا اعمل لعبة على الطرف اللي قدامي عشان حسسوا بالوجه اللي جواي. فهو حسن انتصر عليك. وماشي كده وصلت الناس وقلت انا سيبت بربجة جوزية. ممكن تكون الكراهة عكسية بربجة جوزية ولا عمل كده. فلا يعظل ان انتو هتخشوا مع بعض داخلة هتنطحوا ببعض الاول. بعديها هترجعوا تتكلموا عن الحاجات. انا عملت واحد وثلاثة. كل واحد بقى هيفتح مع بعض اللي خاصل. انت عملت واحد وثلاثة. انا عملت واحد وثلاثة. بس. وهيحصل فيه هدوء. هدوء ما بعض العاصفة. واحد وثلاثة هتعتزروا ببعض. هيحصل فيه اعتزار. وكمان ممكن كمان يحصل فيه زواج. كمان لان دي بداية جديدة. لو انت بنت فاستعدي بقى. عشان هو وبعد دا كله. ممكن لو انتو مطبطين قولك تبصي بقى. من اخر كده. وعلى بغطة يا ابنت الحلال. يلا بقى نتجاوزك بقى. يلا. ناخرص من ليلة الزرقة دي. لو انتو بتتخنوا في الاول على فكرة انك مش عايز تتجاوزني مسلا. فهو شايفك على فكرة هو عموما يعني. شايفك برضو ان انت بتنفع زوجها. حد جميل اهو. وده جديد. وممكن تكون القراءة دي متعلقة بالقراءة اللي قلناه. شخصا انتو فايبته بعد. برضو. اللي انتو متخاوف منه وبتدافع عن قلبك. ولو اهو. والعلاقة بزت. هترجعوا بس هيبقى فيه خنيقة شوية. فيه خنيقة. خير. وانت برج الجوزاء بسم الله ما شاء الله على لسانك. مبرد. بس كويس برضو. اهو. شفتوا الطاقة. يقول لكم العلاقة. برج المفاجلة. فيه تغيير هيحصل. فيه عدالة هتحصل. فيه حاجة هتحصل. ان شاء الله خير بازن الله على برج الجوزاء. اه يا رب تكون القراءة عجبتك يا برج الجوزاء. وقابلكم ان شاء الله في قراءة تانية في شهر تاني. واستنى اختار كارت بازن الله. وان شاء الله بازن الله عندكم القراءة بتنلقى اعجابكم. واكتبوا لي برضو في الكومنتات اللي انتبق عليكم. الصهر وبعام ما انتبقش خالص مش مش كلا. اه متنسوش ان انت لو اول مرة تشوفني. اشتركوا.